تحية طيبة كان عرفوا بأن في المغرب عندنا ما يقرب 30 ألف شخص وصول المرحلة النهائية من الفشل الكيلوي وكيتعالجوا بالتصفية الدم هذي الأشخاص اللي كيتعالجوا في المراكز في جميع أنحاء المملكة كي يكون عندهم واحد يعني نقص في المناعة وهذا نقص في المناعة اللي كيكون عند الأشخاص اللي كيوصول الفشل الكيلوي كي يعطيهم واحد تعرض أكثر للإصابة بالأمراض المعدية ومنها هذ المرض ديال الكوفيد 19 اللي كان برون تكن معليه اليوم هو كيفاش يمكن لنا نحميوا هذ الأشخاص كيفاش يمكن نصحوهم كيفاش يمكننا ما نخليوش يزيدهم هذ العدوة تزيدهم وتقدر توصل بهم المراحل غير محمودة فتقريبا الشيء الأول اللي كي يريد أن نعرفه بأنه كان هذ النقص المناعة كان أن هذ الأشخاص اللي كيكونوا كيتعجب بالدياليس كتكون عندهم أمراض أخرى فمثلا تكون عندهم مشاكل في القلب مشاكل في الشرايين مشاكل مثلا السكرية تبع الضغط الدموي ما تكونش عندهم غير المشكل ديال التصفية يعني ديال الفشل الكيلوي كما نحن نعرفه بالنسبة للعدوة هذ الأشخاص كيكونوا على الأقل تسر مرات في الأسبوع مجموعين في واحد المكان اللي هو مسدود اللي كي يعطيهم يتقدروا يتعرضوا الإصابة والعدوى من مرضى آخرين أو حتى من طاقم اللي كي يشرف على هال العلاج ديالهم ديال إشنه ممكننا نعمله باش من نمرضوش كيمكل المريض اللي كيتعالج بدياليز كيقدر أول حاجة اللي يخرج من المنزل دياله يحاول ما يمشيش في يعني ما يركبش في النقل العمومي لأن كيكون فيه أشخاص كتار ولما قدرش ولما كانش عنده واحد إمكانيات كيفاش يمكن في واحد يمكن تنقل واحده في سيارة أو في التاكسي فكيقدر يحترم المعايير كما أنه من منذ أكثر من شهر وإحنا كن نعطو نصيحة المرضى اللي معالجين بالدياليز باش يديروا إلى وجههم داك الماسك ديك الكمامة لأمني كيخرج من المنزل ديالو حتى كيوصل للمركز يعني كيوصل للمركز أول شيء المركز كيقوموا بأسئلة يعني التقم طبي واش كان عنده شيء أعراض مثلا بارتفاع حرارة واش كان عنده كحة واش عنده التقم بشي أشخاص اللي هما ولكن شخص في العائلة دياله اللي هو مصاب هذا المرض كي بعد هات السؤال كياخدوا الحرارة يدخل أو لما يدخلش لدي الحصة ديالو ونقوموا بإجراءات أخرى لكان المشتبه بأنه في هات العدوى بالكوفيد 19 كما أن من بعد يقوم يغسل يديهم مزيان احنا كنعفو بأن نغسل يديهم مهم في التصفية لكن نزيد وغسل يديهم نغسل مرفقين يعني يدو حتى اللقود حتى المرفق ويغسل مزيان المكان اللي غيكون فيه دياليز يعني الفستولة اللي كعفوها المرضى والمكان اللي غيكون فيه الشوكة باش ما يكونش فيه حتى شي مشكل كما أنه رسول يعته واحد اهتمام كبير إذا كان عنده شي جرحة أو شي ضربة في الده باش ما تكون تهية طريق لدخل هاد العدوى كما نوصل هاد شي للمركز لما كيدخل للمركز كدتعط لي كذلك كماما كماما جديدة كماما نقية كماما اللي غيبقى مع ديرها طول حصة التصفية لأنه في طول التصفية ما كيخصوش عرض نفسه لأي مشكلة لمن مرضى آخرين أو لمن طاقم طبي كما في هاد المرحلة ما كيقدوش يبقى يأكل يعني الأكل كيجبد مشاكل فكن حيدو حتى ذاك الأكل ولكن شي حاجة ضرورية خفيفة تكون تحت كما ما ما حيد هاج ما حيدش الماسك ديالو لخصص بقى طول الجلسة تعت غسيل ديالي يعني حصة كلها لكي يسالي الحصة ديالو كيخصو يعاود ناخدو نشوف القياس الحرارة كما أنه كيخصو يعاود يخسل يديه لما كيوصل المرفق لأن ما كنغسلوش النقاط ديال إبار من بعد تصفية وهنا كيقدر يخصو ما يبقى ش يدو الوقت ويتحت ويهضر مع المرضى الآخرين وخي يبغيهم ولا مع الطاقم الطبي يخصو يخرج ويكون دائما يحرص يكون بوحده مركز إما يتسنى بوحده في قاعة الانتظار ما يحاول ما يختلطش مع المرضى الآخرين اللي هنا في الأيام الأخرى ولني كارجع لمنزل ديالو الوقاية اللي هي مفروضة على الجميع هي مفروضة عليه فكننصحوه بأن مغير الخروج للحساس ديال ما يخرج من المنزل ديالو ينضف الأشياء اللي كتلمس كلها مثلا المقاء البابان الأشياء اللي كيستعملها المكان ديالي كيقلس فيه باش ما يكونش فيه تاشي مشكل يحاول ما يقش وجهه بدا يولف ما يقش وجهه لأن كان دخل الفيروس من الميكز يعني الأنف والفم والعين النقطة مهما لأن نقدر نغسله الدين بثاف كي بدر يبسه ونعرف بأن المرضى المصابين بفشل المعالجين بالتصفية عندهم جلدة ناشفة بزاف فكي خصو يبقى يستعمل واحد المرتب لأن هاد المرتب غد يحاول ما يخليش جلدة جراح وليكن فيها شي شقيقات ليقدروا يعرضو هلشي إسعبة كتكون شي اتصل أو لا وقع شي اتصال أو لا شي عنده شي شخص يعني مشتبه فيه أو لو قصل يخصو يتصل بالمركز كذلك كتتصل بالمركز لما تكون يبانوا عنده بعض الأعراض ما خصوش يتنقل المركز ما خصوش يتنقل المستشفيات ولا المستعجلات خصو يتصل هاتفيا وينيك يفسد الحالة دياله للطبيب المسؤول على المركز فالطبيب كيعطيه الإجراءات والتدابير اللي هدي خصو يقوم بها باش ما نعرفوش عندوش إصابة ولا ما عندوش هاد الإصابة كما المرضى المعالجين بالتصفية هم يخضعوا بعض الأدوية اللي مخصوش يغيروها ومخصوش كذلك يخض أي دواء على نصيحة الجار أو للعائلة تستشارة الطبيب في أي شيء ما يغيرش الأدوية دياله يحاول يحافظ على الحمية يعني يجي من يمتبعه مع اتخاذ بعض الأشياء اللي كاتقدر تسهل عليه فمثلا الأكل الصحي أكل الأشياء اللي هي طرية خضر كان عافو الفواكه ممنوع في تصفيام ياخد فاكهة ولا بغيت يعطيه الطبيب يستشار مع الطبيب دياله وشنو ممكن يأكل ما يكترش من السكريات ومن الملح باش يبقى محافظ على الحمية اللي كتكون عندو تمن قبل ويحاول يساعد نفسه باش ما يتقش بهذا الوباء كنعرفوا بأن في المركز كين إجراءات أخرى اللي كاتخاذ باش ما يكونش واحد المرضى اللي كيجيو ما يكونوش معرضين واحد الإصابات تقليل مخاطر عليهم تقم التمريد كيكون نقوم بأشياء كذلك اللي كتحمي المرضى هذة التدابير الوقائية الفحص ديال المرضى في الأول العزلة اللي كانت ضرورية حتى والفراح اللي فيها الشك إلا تتبعوا المرضى هذة الاحتياطات وبقا يعني حادين نفسهم حتى المحيط ديالهم والأسرة ديالهم خصوصا تكون واعية بهذه المسئولية بعية بهذه المشكلة مثلا كان شي حد لي هو كيخرج أو لكي يشتغل خاصه يبعد على المرض اللي معالج بالتصفية خصوصا نبعد عليه كذلك الأطفال لأن الأطفال كيقدر يكونوا حاملين للفيروس بلما كذبا عليهم حتى شيء أعراض باش يمكن لنا ندوز هاد المرحلة ونحافظوا على هاد 30 ألف مريض لأن المكت تعرض هاد المرضى بحكم الحالة الصحية ديالهم فكقدروا يكون عندهم المرض ديال الكوفيد 19 كيبان كيعطي مشاكل كبيرة وكقدر يكون أخطر من أشخاص اللي هما كنقدر نكونوا عاديين ولا ما عندهم فشل في الكلي وشكرا اشتركوا في القناة